أمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياجة نعبد وإياجة نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المهضوب عليهم ولا الضالين لقد قدق الله رسوله الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هو الذي أرسل رسوله في الرجى ودين الحق ليظهره على الدين كله وتباق الله جيدا محمد رسول الله والذين معه ترجمة نانسي قنقر 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 وعبد الصالحات منهم أغفرة وهجرا عظيما صالح الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتبرني بلاء بسم ذاك الهليا مستدرا غير البركات ألا ما أنا له وهلا وأستنى بحثم هوائده سائرة عنية منتفج من الشبير يمينه المطايا وأصبني وأسلم على نور المعصوح من تقدم والأوانية أنه منتفج بالغراء الجريمة والدباء وأصبني الله الرحمن الرحيم أفتبرني بلاء بسم ذاك الهليا وحفظا من المرايات بحفظ الخطار وحفظا وأكتور من قصة الموليد النموي بولا حتانا العقليا راضنا من النسم الشديد لإغلاق تحدى المسابع بأنا وأستعين بحول الله وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بلا أفتبرنا أم قابر الكريم بالعرف الشديد بالصلاة والتسليم ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة 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 قليل اشتركوا في القناة 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 مرحبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 إلى السماء العليا مومياً بذلك الرفع إلى سعدده وعلا ومشيراً إلى رفعة قدره على سائر البنيا أنه الحبيب الذي حزن الطباعه وسجايا ومحياً كالشمس منه كمضير أصفحت عندنا ليلة غرضاء ليلة المولد الذي كان للدين سروراً بيعونه وزداء مولد كان منه بطالع الكبر ومال على ملايب ووباء يوم نالت بالواقل لتوافر بالفخار ملاد تنال النساء وآتت قومها بأحضل منها عملت قبل مريم العزراء وتوالت بشراء الهواتب الأنقل ولد المصطفى وحاق الأناء ودعت أمه عبد المطالب وهو يطوف بهاتيك البنية فأقبل مصرعاً ونظر إليه وبلغ من السرور منا وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعوه بخلوس النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وعطاه ولد صلى الله عليه وسلم نظيفاً مخدوناً مقطوعاً السرة بيد القرد قدرة الإلهية طيباً كذهين مكعولةً بكحر العناية عينا وظهر عند ولادته صلى الله عليه وسلم خوارق وغرائب غيبية إرهاصاً لنبوتي وإعلاماً بأنه مختار الله تعالى ومشتباه فزيدت السماء حفظاً ورد عنها المردت وذو النفوس الشيطانية ورجمت نجوم النيرات كل رجم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنعرت بنورها وهاد الحرم ومباب وخرج معه نور أضاله قصور الشام القيصرية فرآها من بطاح مكة داره ومغناء وانصد عليوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نور شروان سمكه وسواف وسقط أرباسة من شرفات العلوية وقسر سرير المالك كسر لهول ما صبه وعراف وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية بطلوع بدره المنير وإشراق محياة وغاضت بحيرة ساوات وكانت بينها مذان وقم من البلاد العجمية وجفت الكف وعاكف موجه تجاج بينابئ هتيك المياه وفاض وادي سماوات وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها من قبل ما ينقع للضمآن لها وكان مولد صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الحرام الذي لا يعدذ شجره ولا يختلى خلاق اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبل فجر يوم الثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفئر الذي صده الله تعالى من حرم وحمى أطرنا هم قبره الكريم بالعرض شريم من صلاة وتسليم الله اللهم صالي وسلم وبارك عليم اللهم صالي وسلم وبارك عليم وأرضعته أمه ثم أرضعته الثويبة الأسلامية التي اعتقها أبو لاب حين وافته عند ميلاده صلى الله عليه وسلم بمشراء فأرضعته مع صلى الله عليه وسلم مع ابنها مصروح وبسلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراء وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حارية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وورا قيل على دين قومها الفئات الجاهلية وقيل أسلم تثبت الخلافة بن مندة وحكام ثم أرضعته الفصل الله عليه وسلم الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم تديها لفقرها وأباها فأخسب عيشها بعد المحل قبل العاشية ودر ثديها بدر در ألبنها اليمين منها وألبن الآخر أخا وأصبحت بعد الهنزال والفقر غانية وسميت الشارف لديها والشيام وانجاب عن جانبها كل ملمة وارزية وترز السعد بردائش يا الهني وانشام وكان يشب صلى الله عليه وسلم في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدمه في ثلاث ومشافي خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح نطق قواه وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرج منه علقة دموية وأزال منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا وملأه حكمته ومعانيه إيمانية ثم خاطاه وبخاتب النبوة ختماه وزناه فرجح بألف من أمته الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه ثم ردته إلى أمه ويابه غير ساخية حذر من أن يصاب بمصاب حادث تخشى وفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الراضية فحباها من حبائه الوافر بمحبا وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأرياحية وبسط لها صلى الله عليه وسلم من رداء الشريف بساطة بره ونداء والصحيح أنها اسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواط وقد عدهما في صحابة جمع من ثقات يوم حالي خيرين وقد عدهما في صحابة جمعين وقد عدهما في الصلاة وقد عدهما في صحابة جمعين وقد عدهما في حباء ولما بلغ صلى الله عليه وسلم أربع سنين توفيتمه الأمينة الراضية محبوة بعناية من اختاره اشتباه أخرج أبو نعيم في دلائل نبوة من طريق الزهري عن أم سماحة بنت أبي دهم عن أمها قالت شهدت آمنة في علتها التي ماتت فيها ومحمد صلى الله عليه وسلم غلام عند رأسها فنظرت إلى وجه ثم قالت بارك الله فيك من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمامي نجا بعاون الملك المنعامي فد غدا تضرب بالسهامي بمئة من عبل سوامي إن صح ما أبصرت في المنامي فأنت ما أبعث إلى الأنامي من عند ذي الجلال والإكرامي ثم قالت كل حي ميت وكل جديد بال وكل كثير يفنى وأنا ميتة وذكري باق وقد تركت خير وولدت طهرى ثم ماتت فكنا نسمع نوحة الجن عليها فحفظنا من ذلك نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينا زوجة عبد الله والقرهنا أم نبي الله ذي سكينا وصاحب المنبار بالمدينة صارت لدى حفرتها راهينا ثم حملته صلى الله عليه وسلم حاضنته أم أيمان الحبشية التي زوجها صلى الله عليه وسلم بعد من زيد بن حارثة مولا وأدخلته على عبد المطالب فضمه إليه ورقله وعلى رقيا وقال إن لابن هذا لشأنا عظيما فبخي بخي لمن وقره وولا ولم تشكو في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبيا وكثيرا ما غبا فاختبا بمائه زبزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخذ بفناء جده أبد المطالب مطايا المنيا كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه أبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحميا وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم اثنة عصرة سنة الرحل أبي عم أبو طالب أبو طالب إلى البلاد الشمية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني آرني آراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواف وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوف عليه من أهل دين اليهودية ورجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرا أطير الله أم قبره الكريم لأهل الشديد من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وذلك عليك اللهم صلي وسلم وذلك عليك ولما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين سنة سافر إلى بصرا في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه ويقوم بمعناه ونزل تحت شجرة لدى سومعة نصطرى راهب النصرانية فعرفه إذ ما لا إليه ظلها الوارف وأواه وقال ما نزل تحت هذه شجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصوا الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لمن صرت في عينيه حمرات استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه وتوخاه وقال لمن صرت لا تفارقه وكن معه بشدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرات خديجة مقبلة وهي بين نسوة في علية وملكان على راسه الشريف من ضح الشمس قد أضى الله أخبرها من صرت بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه إليه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها والنما فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله إلى البرية فخطبته لنفسها الزكية لتشم من الإيمان به طبريا فأخبرها فأخبر أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فأغب فيها لفضل ودين وجمال وحسب كل من القوم يهوى وخطب أبو طالب وأثناء عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى بمحامد سنيا وقال وهو والله بعد له نبأ عظيم يحمد فيه صراح فزوجها منه عليه الصلاة والسلام أبوها فقل عمها وقل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولادي صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سمى حقير الله هم قبره الكريم شعر في شريك من صلاة وتسديم اللهم صالي وسلم وبارك علي اللهم صالي وسلم وبارك علي ولما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة بنت قريشن الكعبة الانصداعية بالسيول الأبطاحية وتنزع في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه وعظم القيل والقال وتحالف على القتال وقوية العاصبية ثم تداعو إلى الإنصاف وفوض الأمر إلى ذراي صعب وأناه فحاكم بتحكيم أول داخل من باب السجنة الشيبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمر نكل وكلنا نقبله ونرضاه فأخبروا بأنهم رضوا يكون صاحب الحكم في هذا الملم وولياه فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفعوا القبائل جميعا إلى مرتقاه فرفعوه إلى مقره من ركنهات كالبنية ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه لانا وبناه ولما كمل له صلى الله عليه وسلم أربعون سنة على أفق الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة وبدأ إلى تمام ستة أشهر بالرؤية الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق سبح ضاء سنة وإنا مبتدئ بالرؤية تمرين للقوى البشرية لإن لا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء ليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووفاه وذلك يوم الاثنين لسبع عشر تأخرت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال لسبعين ولأربع وعشرين منها ولتمان من مولده الذي بدى فيه بدر محيا أطر الله هم دقى عبره الكريم في عرب شديد من صلاة وتسديم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم صلِّ ما أنا بقار فغطه غطة قوية ثم قال له إقرى فقال ما أنا بقار فغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه ثم قال له إقرى فقال ما أنا بقار فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى ثم فتر الوحي ثلاث سنين أو ثلاثين شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتك النفحات الشذية ثم أنزلت عليه أيها المدثر وجاءه جبريل بها وندى فكان لنبوته بتقدم إقرى باسم ربك شاهد على أن لا السابقية وتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والشديقية ومن الصريان علي ومن النساء خديجة التي تبت الله تعالى بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الآرقاء بلال الذي عذبه في الله أميا وأولاه مولا وأبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن العمة صافية وغيرهم من أنهلوا الصديق ورحق التصديق وسقا وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزل عليه بصدى بما تمر فجار بدعاء الخلق إلى الله حقير الله هم نحاق العظم في عرب الجديد من صلاة وتسليق ولم يبحث منه قومه حتى عاب آلياتهم وأمار برفض ما سوى الوحدة ثانيا فتجرأوا على مبارزته بالعداوة واذا والشد على المسلمين البلاء فهدروا في سنة خمس إلى النهاحية النجاشية وحذب عليه عمها بطالب فهبه كل من القوم وتحاماه وفرض عليه قيام بعض الساعات الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بإنجاب صلوات الخمس في ليلة مصرى ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعظمت بموته الرزية وتلت خديجة بعد ثلاث وشد البلاء على المسلمين وثق عراء وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل آذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراء وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسن باذية ورموه بالحجارة حتى أخذبت بالدماء نعلا ثم آد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العاصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابه من أصلابه من أصلابه من يتولى ثم أسري بالروح وجسده يقظت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحى به القدسية وعرج به للسماوات فرأى آدم في دولا وقد جل له الوقار وعلا ورأى في الثانية عيسى بن البتول البرة النقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال الصباح ورأى في الثالثة يوسف الصديق بصورة الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه أعلى وفي الخامسة هارون المحببة في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله ونجاء وفي السابعة إبراهيم الذي دعا ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه الله من نار النمروذ وعافاه ثم عرج به إلى شدات منتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وادناه وأمعط له حجب الأنوار الجلالية وأرأى بعين رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بساط الإجلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى خمس عملية ولها أجر الخمسين كما شاءه في لزل وقضى حطر الله هم قبره الكريم في عرض جديد في الصلاة وتسر اللهم صلِّ وسلِّم وذارِك عليم اللهم صلِّ وسلِّم وذارِك عليم ثم عاد في ليلتي بالمواهب لا دنيا وصدَّق وصدِّق وكل ذي عقل بمصرا فاصف الليلة التي كان للمقترفي على البراق السواء وتراقبه إلى قبق السواء وتلك السيادة القساء رتب تسقط الأمان يُحَسْرَ دُنَهَا نَوَرَاهَا نَوَرَاهُ ثم نادى بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به ستة من الأنصاء اقتصهم الله برضاه وحج منهم في القابل اثنى عشر رجلاً وبايعوا بيعة حافية ثم انصرفوا وظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومواه وقدم عليه في الثالثة سبعون وخمسة أو ثلاثة أو اثنان من القبائل الأوسية والخزراجية فبايعوه وأمر عليهم اثنى عشر نقيباً جحاجحة صراه وهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارق الأوطان رغبة فيما أعد لمن هزر الكفر والنواه وخافت قريش أن يلحق بأصحابه على الفورية فاعتمروا بقتله فحفظه الله من كيدهم ونجاها وأثن له في الهجرة فراقبه المشركون ليردوه بزعمهم حياظ المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحفاه وأما غار ثور وفاز الصديق بالمعية وأقام ثلاثاً تحمي الحمائم والعناكب حماه ثم خرجا منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير ماطياً وتعرض له سراقة فابتال فيه إلى الله ودعا فساخت قوائم يعبو به في الأرض السلبية وسأله الأمان فمنحه إياه ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد خزاعية وأراد ارتي على فن أو لحم منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك حواه فنظر إلى شات في البيت قد خلف الجهد عن الرائية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بحلب لأصبنا فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا الله مولاه ووليه فدرت وحلب وسقى كل من القوم وارواه ثم حلب وملأ الإناء وغادر أولدها آية جلية وجاء مضع بد ورع اللبن فذعب بالعجب إلى أقصى وقال أن لك هذا ولا حلب في البيت تبض بقطرة لابانية فقالت من رابنا رجل مبارك كذا وكذا جثمان هو معنى فقال لهذا صاحب قريش وأقسم بكل إلهية بأنه لو رأاه لآمن به واتبعه وأدنى اطيروا هم قادره الكريم اطيروا هم قادره الكريم اطيروا هم قادره الكريم احبق شبيلي فرصاداتي وطسليم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليم وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقى الأنصار ونزل بقبى وأسس مسجدها على تقاه هذا هو المختار والبدر الذي كل البدور خضان تحت هلاله هذا الذي قد خط في العرش اسمه بنعوته وصفاته وجلاله هذا الذي سفر اللثام فأترقت مقل القلوب مهابة لجماله عطر الله عطرنا هم قبره الكريم بالعرض جديد في الصلاة وتسليم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليم هذا وقد خص الله تعالى هاتك الذات الشريفة المحمدية بشمائل تتشنف من سماعي الأذان وتتعطر بذكرها الأفواق فتنازى في ذاته ومعاني باستماعي الأذان ومعاني الأذان ومعاني السمع من محاسنا يمجد وعلاك إن شاء دوار إن شاء وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقاً وخلقاً وصفات سنية مربوعاً قامت يبيضاً لوني مشرباً بحمرات واسعة العينين يكعلهما أهدب الأشفال قد منح الزجل حاجباً وفلز الأسنان ضليع الفم حسنه واسع الجبين لا جبهة هلالية سهل الخدين يرام فيه بعض حديداب حسن العرنين أخناه بعيد ما بين المنكبين سبط الكتفين سبط الكتف ضخم الكراديس قليل لحم العقبي كثاً لحية عظيم الرأسي شعروه إلى الشحمة الأذنية وبين كتبه خاتم النبوة قد عمه النور وعلام وعرقه صلى الله عليه وسلم كالؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية يتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب امتقى وكان يصافح المصافح بيده فيجد من أسائر اليوم رايحة عبهارية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصرية ويضرع يتلألأ وجهه الشريف تلألأ القمر في الليلة البدرية يقول نعيته لما رأى قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى منزه عن شريك فيما حسنه فجوهر حسن فيه غير المقاسم ولم يفتتم به كيمسف لغلبة الجلال على صورته الجمالية ولم يستطع أحد أن يمعين النظر في مرآه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلم شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحكر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا مما يكره ويمشي معه مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهب الملوك ويغضب لله ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهر الملائكة الروحانية ويركب البعيل والفراس والبغلى والحمار الذي بعض الملوك إليه يهداه ويعصب على بطن الحجر من الجوع وقد اتي مفاتيح الخزائر الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبا وكان صلى الله عليه وسلم يقل الله ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقالي عن اضطراد في الحلبة البيانية وبلغ ظاعل الإملاء في فدافد الإضاحي منتهى أضطر الله ومع قبره الكريم لعرف شبيل للصلاة وتأسيب اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم يباصط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي كف العبد كفاه يا من تنزى في ذاته وصفاته لا حدية أن يكون له فيعنى ظاهر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم ولا زلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضلي من استرشده واستهداه نسألك بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أبن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه للهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته للمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله نسألك أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وتخلصنا من سر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأمال ما بكاظرنا وتكفينا كل مدهمة وبالية ولا تجعلنا ممن هواه هواه وتسترى لكل منها حصره وعزه وعياه وتساعل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنيا وتمحو عنها كل ذنب جلينا وتعمى جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عن من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائر مقاما ومزياه ولكل راج ما أمله ورجاء وقد سألناك ربنا راجين بواهبك لا دنيا فحقق لنا ما منك رجاء اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجرى لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرى اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية وسقناها غيثا يا عم سياب سيب سبسب وربا واغفر لناسخها هذه المرود المحبرات المولدية جعفا من إلى البرزنجي نسبته ومنتمام وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناها واشتر له عيبه وعزه وحسره وعياه ولكاتبها وقارئها ومن أساخ سمعه إليه وأسغاه اللهم وفق الولي أمرنا وولاة أمور المسلمين إلى رفع راية القرآن والسنة المطهارة النابوية واجعل عملهم خالصا لوجهك يا الله وكل إلا هم بعنايتك وألطافك أمتنا المحمدية واحفظها بلا حول ولا قوة إلا بالله وصلي وسلم وبارك على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولا ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية واتحل صدور المحاف المنيفة بعقود حلاء أشألك اللهم كل خير وقنا في طريقي كل شاري وانسأل الله بشاري وانسأل الله بشاري وعليه وصحبه ورهود المنيفة وافنا على الإسلام مع السلامة من الأدام الله يا الله يا رب العالمين أصلي عمر المسلمين أجمعين الله يا الله يا رب العالمين أصلي عمر المسلمين أجمعين إجمعين أحمد النبي لدي الأمين صلى الله عليه ربنا في كل حين وآله وصحيه لخياري مدى ما ملك ربنا وفاني يا ربنا عيش لنا بالفرج ونسينا من لقتل وحرج ربنا يا ربي ويا الكريم ورحمنا يا قر ويا رحيم يا ربنا يا خالق الحوالي بحب لنا ومن كل ظالمين يا ربنا يا خالق الحوالي بحب لنا ومن كل ظالمين يا ربنا يا خالق الحوالي بحب لنا ومن كل ظالمين يا عبانا اسر لنا ومورنا وشرح لنا يا مولانا وصدرنا يا عبانا اسر لنا ومورنا وشرح لنا يا مولانا وصدرنا يا عبانا اسر لنا ومورنا وشرح لنا يا مولانا وسضرنا لعبنا أصلح لنا دنيانا وديننا يا ربنا وقالنا وحق الشيوخنا ووالدينا وابلنا وحر رضاك عالنا وشعانينا ولهم بالدوري يا ربنا في ظلمة القبوري في شعر سيد الوراء التابي صلى الله عليه له دون افساني دعني باسمك العظيم الأحظامي ومجلالك الكبير الخامي وفي صفاتك وفي الأساسي وفي جميع كتب السماء وكل ما دعمه نبي حفظك بالدريه ولي مع كل ما صوم على مجود بقدرتنا وقال من محوظي وفي حبيبك النبي أكرمي وفي خليبك أمير أقدمي وفي سبيع الرسل والنبي وفي الملائكة آل التنكي وفي الصيد من وكل كاري وصالحين في القرية وفي البحرين وصاحبين وقتي وعالي النوبة وصالحين المخلصين التوبة وصوراتين كبه وعالي عمران وأيطالة وجميع الغرعان باسم العلا منزلنا سدرا جميل واصلهم من كل عدو ومستقيم باسم العلا منزلنا سدرا جميل واصلهم من كل عدو ومستقيم وكل رضي مقدوراتين أطالي بداياتين أو نايمين ومستقيم يا ربي واشعك الجمال يريده بنحره يصطبه وميدوه واشعيهم منزل التوبة والعلم والحبني يا رب العلا والفهمي وحسيني يا ربي وعلي الفناني والكر والشكر مداد أسماني يا ربي وحسيني ونحواني ورغضي عشي وعزي جاري وحجي هاتي بالأر من شامي لقاطيه ومن إلهي آيي واجعل عسو قدلك من أسواني محمورة من سغيري ضغطاني وحفظوا يا ربي من الوداء والشعي والبسر والططاء وحفظوا يا ربي من الوباء والجوع والبسر والططاء وحفظوا يا ربي من الوباء والجوع والبسر والططاء واجعلوا ما وحسيني للفطن والسبيعين في مدالج الحنا وحفظوا يا ربي من الوداء والططاء وحفظوا يا ربي من الوداء وحفظوا يا ربي من الوداء واجعلهم عشوبا من الأسرار وعكم يوم يسحبه مسادا وضررا كأوليه الإبعاد وسبحالينا ودنا للتقوى ومن يكون دقوة معاقوى وسبحالينا ودنا للتقوى ومن يكون دقوة معاقوى وقفنا وغننول الوداء وقفنا كل ذوقنا يا ربي والجوع مدنا بالشرف المد نمن وحفظوا علينا يا حلي هو على من معنا ومن له من الدولان وصي قلوبنا من الوداء وحلّيها في جملة الفطاق وحلّيها في جملة الفطاق وصل قلوبنا من الوداء موسيقى 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 واسمعيها والجميع المؤمنين ووالدينا يا إلهي العالمي الحمد لله العلي لفرم ربي الوهل وهدي موسيقى هم الصلاة والسلام وصر مدى على النبي العربي الأحمد هم الصلاة والسلام وصر مدى على النبي العربي الأحمد وعليه المرارات القطاعي وصحبه نجده نخيار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة